من ناحية أخرى ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة وذلك لمتابعة مستجدات موقف انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومنظومة البرامج والتدبيقات الإلكترونية وعشر مدبولي إلى أن عدد الوزارات والجهات التابعة والمستقلة التي انتقلت بالفعل حتى تاريخه وصلت إلى 107 وزارة وجهة هذا إلى جانب سبع جهات أخرى جاري الانتهاء من التجهيزات الخاصة بها خلال الفترة القريبة القادمة بحيث تكون جاهزة لاستقبال الموظفين المنتقلين للعمل بها كما تناول الاجتماع المستجدات الخاصة فيما يتعلق بقطاع الاتصالات والبنية المعلوماتية وتحول الرقمية حيث تمت الإشارة إلى الإجراءات المتخدة في إطار تفعيل المنظومات الخاصة بالتراسل والتوقيع الإلكتروني والموارد البشرية وغير ذلك مما يتعلق بالتطبيقات والبرامج التشاركية والتخصصية ترجمة نانسي قنقر